عالم كل فرد فيه صانع للتغيير رؤية آمنت بها وأطلقتها مؤسسة آشوك العالمية من أجل تحقيق مبدأ تنمية الفرد والمجتمع وفي هذا العام تم إطلاق مبادرة صناع التغيير الصغار في نسختها الأولى بالتعاون مع المعهد البريطاني ومبسي الأمل للإسهام في دعم رائدات الأعمال من الفتيات الفكرة كلها أننا البنات الصغيرة من 16 إلى 21 اللي عندهم فكرة مشروع، فكرة ستارتاب، فكرة مبادرة محلية إزاي نحن نجيبهم وإحنا جايبينهم من 14 محافظة في مصر وإزاي يشتغلون يا إما مع بعض إزاي يأخذوا المهارات اللي يتخلون بيبتدوا مشروعهم إزاي يأخذوا المهارات اللي يفكروا بشكل تحليلي إحنا بسميهم صانعات التغيير لمساقبة المصر يركز الكثير من عملي على تمكين النساء والفتيات بمعالجة قضايا المساواة بين الجنسين ومن خلال هذا البرنامج الاقتصادي الإبداعي الشامل نركز في المقام الأول على إشراك النساء والفتيات في قطاع المؤسسات ستون فكرة مبدعة لستين فتاة من 14 محافظة يتلقين برنامجا تدريبيا على مدار أربعة أشهر يتم خلالها العمل على تطوير أفكار المشاريع والمبادرات المقدمة وإكساب الفتيات المزيدة من المهارات التي تمكنهن من البدء بشكل جيد في إدارة مشاريعهن في الصعيد لدينا لا يوجد أي وعي بالحاجات دي فلا يوجد تدريبات خالص تتعامل وبالتالي أنت تتواجه صعوبة أن تتواصل مع مونترس بحيث أنهم يساعدوك في المشروعك لكن هنا في المسابقة بيوفروننا كل حاجة وأكتر من حاجات كتير أوي مفاهيم كتير غلط كانت عندينا تصححة اشتراكي في الموضوع ده كان سهل جدا كان عبارة عن أبليكيشن موجودة على الإنترنت شفته على الفيسبوك بيج بتاعت MBC بدأت أن أنا بقى أشوف الأبليكيشن إيه الأسئلة اللي موجودة فيها وجهزت الأجوبة بتاعت الأبليكيشن دي وماليته وبعد كده بقى أجالي الأكسب تنسى على الميل أنا قبل ما يجي هنا أنا كان عندي هدف بس أنا ما كنتش عارفة إزاي أبدأ إيه الحاجات اللي مفروضة عامل عشان الهدف ده يتحقق أنا بطمح إن بعد شهر أو أربع شهور حسب أنا كملتو ألا لأ إن أنا أقدر في الآخر أبدأ ومش بس أبدأ إن أنا أكمل وإن هذا فداية حق في الآخر مشاركة التجارب الناجحة جزء أصيل من صياغة العقل المبدع القادر على الإنتاج لذا كانت أولى الخطوات إقامة حلقات نقاشية بين أصحاب الخبرات والفتيات حول أبرز التحديات التي تواجه رواد الأعمال في بداية طريقهم بالإضافة لمشاركة مميزة لسفراء الأمل من مجموعة أم بي سي الذين شاركوا الفتيات أبرز قصص النجاح لأهم مشروعات أم بي سي الأمل فضلا عن مساعدتهن على استخدام مواقع التواصل الاجتماعية في نشر أفكارهن والتواصل مع مجتمعهن الحقيقة طبعا دور البروداكشن والديجتال خصيصا في الحياة هو دايما نحن نبصره من منظور أنه هو حاجة مهنية بل هي العكس هي حاجة ممكن تغير مجتمعات وممكن نقدر نوصل بها لمراحل متطورة جدا من مجتمعاتنا إزاي ده هنقدر نوصله للبنات النهاردة إن شاء الله بإذن الله ده دوري إن أنا قادر أوصله لهم النهاردة في السيشان بتاعتي بإذن الله إحنا هنا دورنا النهاردة إن احنا عملنا أربع سيشنز بنعلمهم على أهداف التنمية المستدامة وعلى ريادة الأعمال الاجتماعية حاولنا يعني أزمات شاسب عاصب أن نعمل حاجات تكون انجاجينج يكون فيه اكتيفريز يكون فيه حاجات يقدروا إن هم يتفعلوا معها بحيث إن هم يقدروا يطبقوا ده على مشروعاتهم فعلا ويستفيدوا منها بطريقة فعالة اللي أنا كنت عايزة أوصله النهاردة من التوك بتاعتي أو من الكلام بتاعي إن مهما كان السن أو مهما كانت الـ background أو المرجعية دي مش بتوقف أو دي مش عقبة لإن فيه بنات التعليب تبقى فاكرة إن هي عشان من بيئة مختلفة أو من مكان مش هو العاصمة أو مش في المكان فيه كل الموارد إن الحاجات بتاعيتها تبقى صعبة بالعكس فكرة إن إحنا في مكان مختلف أو في حاجة مختلفة لأتي حاجات خلينا نكمل لإن ده بي خلينا ده دفع أقوى وبيديني فرص أكتر للنجاح أنا لو حاولهم رسائلة حاولهم اللي أنت شايفة من جوة إن عندك passion قوي 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 ليه هو ده اللي تجري فيه وتتعابي فيه لو أنت عارفة أنك قدرة وحتتعابي ونوية تخطي الأفرت الصحة زيك زي أي حد أو أكتر أكشلي عشان تصير اللي أنت عايزة يبقى go ahead وبعد انتهاء رحلة المائة وعشرين يوما تتكفل المبادرة بإعلان ثلاثة أفكار فائزة تتلقى دعما ماليا وفنيا بالإضافة لتدريب الخمس عشرة فتاة اللي يوصلن للتصفيات النهائية وإلحاقهن بمسابقات أخرى إيمانا بأهمية العقول الشابة في صنع التغيير والنجاح في صياغة واقع أفضل علي عامر MBC مصر ترجمة نانسي قنقر